اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعن خروج الصراع 7 اكتوبر الى مواجهة مباشرة او استطاعت اسرائيل ان تجر ايران الى مواجهة مباشرة وثم ما حدث بعدها من تحولات جاءت عكب سلسلة معينة يعني في هذه الحلقة سنصل الى غزة لاننا تركنا غزة في قراءتنا التحليلة منذ اكثر من ثلاثة اشهر لان الامور بدأت في صراعات جيوسياسية بين ايران وبين العدو الصهوني او دولة اسرائيل لكن حاليا الامور تعود الى مربعها الاول في ظل ترتيبات دولية ومشهد يتشكل في ظل تشويش اعلامي كبير حوله هذا ما يحدث حاليا في الواقع 7 اكتوبر جاءت كحرب ظل او في ظل التحولات التي تحدثنا عليها التي حاولت ايران فيها ان تلعب دور عالمي او دولي بينما حدود نطاقاتها التأثيرية هي اقليمية لا غير ثم جرت المعركة في غزة وفي حرب ظل مع وكلاء ايران واضرعات ايران المحركة ل7 اكتوبر ادت الى تقطيع يعني من 7 اكتوبر كما تحدثنا في الحلقة الماضية الى 1 ابريل موعد ضرب اسرائيل للكنسولية الاسرائيلية في دمشق وضربها الى رؤوس ثمينة جدا في الحرس التوري وفيلك القدس كانت المعركة تسير وفق استراتيجية قطع اذراعة اختبوط الايراني او وكلاء ايران في منطقة ولا سيما في لبنان وفي سوريا وفي العراق بالتعامل والتوازي معاكم القيادة المركزية الامريكية في المنطقة الشرق الوسط لكن ما بعد 1 ابريل وفق راءتنا السابقة في الحاقة الماضيتين نجحت اسرائيل في جر ايران المقطعة مقطوعة الاطراف لديها في المنطقة الى مواجهة وحدثت الهجم الكبير التي غيرت مصر التوازنات التي حاولت فيها ايران شن هجوم 331 سيارة وصاروخ على الكيان الاسرائيلي ولكنه ايضا كما تحدثنا فاشلت وكان هناك رد ايراني اخر تام في 18 ربعات ثم تحدثنا بان ايران خرجت المعادلة وفعلا خرجت المعادلة ايران في هذه اللحظة بعد تقطيع الادرع وبعد التربات الكبيرة ولا سيما نلاحظ المستجدات او التطورات تكون بهذه العدوة الصهيونية على الحدود او على الحدود الجنوبية اللبنان مع حزب الله كل هذا يؤكد بان هناك تحولات كبيرة ثم بدأ الانوان الكبير باتجاه معاركة البرية لدخول رفح نقرأ المشهد الان دوليا الى ان يتجه النظام الدولي الى ان يتجه العالم الى ان يتجه السياسات الدولية حول هذا النقطة في الحلقة الاخيرة تحدثنا بان كافة الترتيبات تتم باتجاه العملية برية الاكتياح رفح والقضاء على ما تبكى من كتائب حماس ولا سيما بان معركة حماس او معركة غزة قد تم انجازها بنسبة كبيرة في ظل كياسة المعركة العسكرية وايضا في ظل حتى الاهداف المعلنة التي ترتبط باشياء رمزية كالسنوار وغيرها من الاشياء وبقية الكتائب واشكالية الرهائن التي تمتلك وركة حماس حالية ولاحظنا تحولات كبيرة المشهد اليوم عاقب تكوقع ايران في مكرها او في وضعها الحالي وخروجها من المشهد او من المعادلة او من اللعبة في لعبة سبع اكتوبر ومعاخرية نجد هناك تحولات مثلا وتحولات كبيرة الاعلام العربي لا الاعلام العربي مشكلة الاعلام العربي يتعاطى مع الافعال السياسية من المنهل الاعلامي للغرب نفسها يعني انت تأخذ عملية او حدث سياسي سواء كان زيارة بلينكين كمقترحات او مبادرة حماس الاخير التي قدمت فيها مبادرة بإلكاء السلاح والانسحاب مقابل هدنة الخمس سنوات مقابل اعلام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين في ظل ثم ادخال حماس في العملية السياسية تخيلوا المبادرة اللي قدمتها حماس بعد كل هذا بهذا الشكل وهذا سنقدم بحلقة قادمة نقد معين للعقلية التي يسير فيها الميليشيات او العقلية الاخوانية او العقلية لان حماس قدمت هذا الطرح المفاجئ في ظل ادراكها لخروج ايران من المعدلة لكن المشهد حتى نقرأ الوضع الاستراتيجي الحقيقي بمعزل الاعلام كما ذكرت الاعلام العربي يقدم كلها هناك تحولات كبيرة مظاهرات الجامعة الامريكية سنقف عليها بصورة سريعة وخاطفة لنقف على حقيقتها ومحركاتها لان الاعلام العربي ايضا يناكشها بنوع من العواطف ايضا عواطف كبيرة وتجسد باسلوب مختلف الاستقالات الكبيرة التي تحدث في اليمين المضطرف داخل حكومة ننتنياهو ايضا هذا تحول كبير كل هذا تهيئة ما بعد اخراج ايران المعادلة ايضا زيارة بلينكين للصين يعني تخيل الاعلام العربي يتحدث عن زيارة بلينكين للصين وكل همه هل تم هل تم وضع بساط احمر تحت اقدام بلينكين ام لا بينما الوضع ان بلينكين زار الصين في زيارة لها اسباب ترتبط ايضا يعني زيارة بلينكين تمت وعكبها في ظل جهود صينية للجمع بين حماس والمصالحة بين حماس وبين حركة فاتح النظمة التحرير فلسطيني كل هذا ايضا من الاشياء التي يجب عليها ايضا عودت بلينكين من الصين الى الرياض وعقب منتدى اقتصادي الرياض منتدى اقتصادي على مستوى القمة يتم فيه ترتيبات اليوم التالي وهذا ما تحدثنا عليه في الحلقة القبل الماضية بانه بعد النجاح في جر ايران واذهر ضعفها الاستراتيجية والعسكري والضربات الجيوستراتيجية كما حللناها في حلقة هذا البرنامج نجد بان ايران تموضعت ايران تركت اذرعتها وبدأت تفكر اولا واخيرا في رأس الاختبوط وليس في اذرعت الاختبوط كل هذا نكل البوصلة العالمية اتجاه اليوم التالي ترتيبات غزة وهذا ما جعل حماس تخرج بمبادرتها التي قدمت لاحظوا حماس تتعامل بمنطقين او بخطابين اعلاميين خطابة يتعامل مع الواقع السياسي وتقدم ما يجب عليه ولا سيما بعد شعورها بانها خارج اللعبة وان الرهانة الايراني بدأ لا يتحرك وفق العمل المشترك معها ايضا هناك نشاط دبلوماسي كبير ونشاط عسكري كبير يحدث في عدو الصهوني ونشاط دبلوماسي كبير يحدث من الدولة المصرية ومن الاردن ومن الدولة السعودية باتجاهات معينة وهناك ايضا انشطة خاصة بالسياسة الامريكية لذلك ما تحدثنا عليها اخراج ايران من المعركة في ظل مستجدات ما بعد 1 ابريل تعطينا المعطيات الاخيرة اللي هو اليوم التالي اليوم التالي سياسة او رؤية قدمها للغرب المؤازر الاسرائيل بصورة معينة بانه ماذا سيتم بعد التخلص من حماس صانع القرار الدولي يرى الان بان ضربة ايران الكبيرة تحول يعني ما قلنا في هذا الحلقة كانت قراءة دقيقة ضربة ايران لاسرائيل بهذا الشكل الذي تم سواء بفشلها او بحجم هذا الهجوم اخرجت اسرائيل من التنديد ومن الغضب الدولي واخرجت حتى انتميه نفسه واوجدت الكثير من الاجواء التصالحية بين العالم وبين اسرائيل واوجدت ايضا قيمة استراتيجية وخرج ايران نفسها خروج ايران والانجاز على هداف كثيرة جدا في المنطقة لم تعد الموازن كما كانت في 7 اكتوبر فايران خسرت اللعبة لانها لعبتها بسرة انفرادية ولعبتها بحسابات غير حقيقية وهذا ما ذكرنا منذ اكتوبر الماضي بان ايران تسعى للعب دور الدولي بينما هم ودورها لن يتعدى الدور الاقليمي اضافة الى خلل وقافة العقلية الكهنوتية التي تحكم ايران هذا اليوم وايضا العقلية الملشاوية التي تحكم حماس سواء كميليشيا او كحركة اخوان اذا الترتيبات كالتالي يعني انفجار المفاجئ الانفجار المفاجئ للمظاهرات في الولايات الهادة المرأة في الجامعات الامريكية تحديدا من الضبط بين الجامعات كوسين الازمة او المظاهرات يعني علينا النقف حول طبيعة المظاهرات الامريكية او طبيعة المظاهرات كوركة سياسية في أمريكا. هذه نقطة هامة. في أول ثلاثة أشهر من سبع أكتوبر كان هناك وفق إحصائيات قدمتها الواشنطن بوست هناك ألف وستمائة مظاهرة تحركت ضد إسرائيل وتعاطفا مع غزة في أول ثلاثة شهر. حتى انتهى زخم الشارع. فلماذا في هذه اللحظة تحديدا تم إشعال الجامعات. المظاهرات في الشارع الأمريكي هي مظاهرات في الواقع. إذا ما عدنا إليها كحقيقة سياسية هي حركات منظمة ومولة ومحركة ومسيسة. ليست تلكائية. ما تشاهدون على الشاشات بغض النظر عن الحبر العاطفي أو الحبر الذي يعمل على تغذية الروح العربية. لكن في الواقع هذه حركات منظمة لها تياراتها ولها منظماتها ولها دورها. وهذه الحركات أو المظاهرات الأمريكية في الشوارع. حتى لو تذكرون الحلقة التي تحدثنا فيها في بداية الحرب 7 أكتوبر عن المظاهرات الضخمة التي حدثت في أوروبا. وتحدثنا لماذا هذه المظاهرات دائما محصورة في أمريكا في فرنسا في بريطانيا وفي استراليا وفي دول معينة كالنرويج التي تحضر فيها الجالية العربية. لماذا لا تحدث مظاهرات مماثلة مثلا في روسيا أو في الصين أو في الهند أو في دول معينة كالبرتغال أو كدول توجد فيها أنشطة معينة. لماذا هذه الدول تحديدا؟ تحدثنا بأن هذه أفعال سياسية وتحركها الكثير من الجهات الضغط الدولي وعمليات سياسية. المظاهرات في الولايات الأمريكية في الواقع هي وركة سياسية يستخدمها النظام ولسيما الحزب الديمقراطي الأمريكي. تذكرون في حلقة معينة تحدثنا عنها في 2020 كان هناك اغتيال الأمريكي الأسود جورج فلويد والتي بمجابة كامل حزب الديمقراطي بإشعال لكثير من المظاهرات في الشهر الأمريكية في سبيل التهيئة للانتخابات الرئاسية التي سكت فيها ترامب ونجح فيها بايدن. وكانت هذه المظاهرات عبارة عن حركة سياسية تتحرك فيها تحالف اليسار مع الجماعات وأن محركات أو وقود المظاهرات السياسية تتحرك فيها تحالف اليسار المتمرد على الغرب. التيارات اليسارية في الغرب سواء في الولايات الأمريكية أو في أوروبا. الحركات الإسلامية في المنطقة. أيضا السودة المتمردين والرافضين للنظام أو اللي شعرون بالأمور بالضيمة الاجتماعي أيضا المشاغبين أو نوع من الفوضوين أو الصبية الشوارع كل هؤلاء هم في الواقع المحركين الأساسيين المظاهرات في هذه المنطقة لكن انتقال هذه الورقة إلى الجامعات تأتي في ظل لعبة سياسية أيضا لاحظنا مأخرا انسحب قطر من العملية السياسية كان هناك نشاط ديبلوماسي قطري مصري انسحب قطر واشتعال المظاهرات في الجامعات الأمريكية هي أحد المؤشرات الهامة التي تأتي في ضوء إرادة الحزب الديمقراطي نفسه بايدن لاحظنا المظاهرات التي تمت واندلعت من جامعة كولومبيا في نيويورك تحديدا جاءت بمباركة أو برضى كامل من إدارة بايدن في البيت الأبيض وواجهها أو وقف ضدها الحزب الجمهوري كل هذا يعكس اللعبة جامعة كولومبيا التي تتكع في نيويورك نيويورك طبعا هي الولاية الأكبر مناخا لإشعال المظاهرات في ظل نظرية المظاهرات في أمريكا لماذا؟ لأن نيويورك هي معكل الغالبية السوداء في بلده نيويورك معكل للحزب الديموقراطي نيويورك معكل لكبار اليساريين نيويورك معكل لكبار لكبار الجاليات المهجرة سواء العرب أو للجاليات الإسلامية غير العربية أو حتى الإسيوية نيويورك أيضا هي أحد المعاكل الكبيرة للتحالف أو المراكز المنظمات جامعة كولومبيا تحديدا هي الجامعة الأكثر تحريكا للقضية الفلسطينية يعني عندما نكرع عن الخلفية الأساسية لجامعة كولومبيا سنجد أيضا التي تقع في مدينة نيويورك سنجد أيضا بأن كولومبيا تمثل أو تحتوي على تجمع فلسطيني كبير بسبب تعيين الأستاذ أو الدكتور أو مفكر العربي أدوارد سعيد فيها أحد أستاذتها في مرحلة من المراحل وأسس مركز اسمه مركز أدوارد سعيد للدراسات الفلسطينية والذي اترأس هذا المركز ده الدكتور رشيد الخاليدي وهو أحد الجماعات الإسلامية التي قام بالعديد من الدراسات الإسلامية أو الدراسات الفلسطينية في هذا الجانب وأيضا لاحقوا يسمى الدكتور وائل حلاك وهم من قاموا بتأسيس هذا المركز وبتجميع التجمع الفلسطيني كبير في جامعة كولومبيا نفسها بالإضافة إلى جامعات أخرى وحجم الجالية هناك كبير جدا وبالتالي تم تحريك هذا الأشياء تم تحريك هذه الخلية بسلوب معين بتمويل خارجي من أرجح يكون هو من خلال قطر لتحريك الشارع والانتشار هذه الاتحادات يعني تخيلوا هناك التحاد يسمى التحاد الشباب للعدالة في قضية الفلسطينية ومشترة الحادات الشبابية فلسطينية وأخوانية منتشرة أو لها رسميا 200 مركز في الجامعة الأمريكية تم تحريك هذه الوركة لأسباب في الواقع ليست كما تشاهدونها في الشاشة تم تحريكها لإيجاد ضغط دولي يعني من الأشياء التي يجب أن تتأملوها مثلا أنه حتى في المظاهرات الضخمة التي تمت في مطلع 7 أكتوبر كان جورج سورس اليهودي الكبير يمول هذه المظاهرات التي كانت تندد بانتونيا وهو يهودي من الكبار يعني يجب أن نعي طبيعة النظام السياسي الأمريكي النظام السياسي الأمريكي يمر بمرحات استقطاب سياسي هائل كسم حتى اللوب الصهيوني يعني نلاحظ بأنه حتى اللوب الصهيوني برموزه الكبيرة انقسمت ما بين ترامب وبين بايدن بسبب طبيعة الانقسامات الهائلة في المصالح الاقتصادية في العالم فنجد مثلا على سبيل أن إيلون ماسك ذهب باتجاه الجمهوريين حاليا وأصبح في محطة الجمهوريين ويعارض توجهات بايدن بينما يهود كثرة أو جزء كبير من اللوب الصهيوني بدأ يتجه مع بايدن وهذا ما جعل حتى يهود يمولوا المظاهرات التي كانت تندد بابنتينياهو في الشوارع الأمريكية والتي استخدمناها في إعلامنا بأنها نعمة تعاطف خلاصة ما أريد أن أقوله في ظل قراءة متعمقة قد لا تحلو لبعض عواطف المستمعين لكن هذا هو الواقع حتى نعرف القراءة الاستراتيجية السليمة هذه ورقة يتم تحريكها في هذه اللحظة وفي هذه المرحلة وقبيل الامتحانات بأقل من أسبوعين وهذا ما يجعلها ورقة ضغط في روكة صانع القرار الإسرائيلي كضغط أيضا على حتها لأنتينياهو إذن العملية بكلها تمر بمرحلة ضغط يعني هناك أمام نتينياهو حاليا أو أمام صانع التيار الدولي بأنه سيتم إيجاد سياغة للتطبيع الإسرائيلي مع المنطقة العربية بكادة المملكة العربية السعودية تؤدي إلى إعلان دولة في ظل إخراج حماس من المنطقة وتحقيق أهداف نتينياهو بما أعزل عن الحسم المعركة الأخيرة لرفح ولسما في ظل القلق العربي تباما من اكتياح منطقة رفح الذي فيها الآلاف من اللاجئين وتحدثنا في الحلقة الأخيرة عن حرص انتينياهو والزيارات المتكررة لمصر لعدم التطمئة النظام في مصر من عدم التهجير وأيضا عدم تصفية القضية الفلسطينية لأنه رفح فيها الأنحالة لأكثر من مليون ومئتين لاجئ بالإضافة إلى سكان المدينة التي لا يتجوزه في الأساس خمسة ألف نسمة إذن وصلت عملية غزة إلى حلقتها الأخيرة وإلى أكبر تجمع معين وهل سيتم العملية بهذا الشكل وبالتالي لاحظنا بأن حماس عاقب إدراكها الخروج إيران من التأثير ومن الفعل ومن المعادلة ومن اللعبة بدأت تقدم مبادرتها التي يجب أن نكف عليها لنتحدث من جديد لأنه ما قدمته حماس من خلال خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قدم مبادرة موجبها أعلن بأنه سيقوم بمغادرة غزة وسيتم الكأس السلاح وأعلن هدنة لمدة خمس سنوات لاحظوا كلمة هدنة لمدة خمس سنوات يعني سياقة السياقة الإسلامية لكن بسلوب دبلوماسي إضافة أن تنتهي هذه الهدنة بإعلان دولة بعد خمس سنوات على حدود 67 وصولا إلى أو مقابل أن يتم إدراك حماس ضمن المعادلة السياسية الجديدة اللي هي إصلاح السلطة الفلسطينية كل هذا مهم طبعا الولايات العلمانوركية هي من تقدمت ورفضت المبادرة يعني المبادرة تم تقديمها من حماس لإسرائيل لكن الذي رفضها هو الراعي الدولي اللي هو بايدن نفسه خرج وقاله بأن لا يمكن القبول بهذه المبادرة لأن حماس حركة إرهابية على قول الأمريكان إذن اليوم التالي بدأ يرتب لكن هناك تحرك بالإنكين إلى الصين تحرك بالإنكين إلى الصين تم بالتزامن مع دعوة الصين الصين الذي استطعت أن تحقق مصالحة بين كل من السعودية وإيران لن تعجز بإيجاد تفاهم في حده الأدنى بين كل من حماس وبنفتح في هذه اللحظة اللي فيه المجتمع الدولي يتهيأ لكن ما سر التقارب بين السياسة الصينية والأمريكية في ظل هذه الأوراق التي تتحرك نحو تطبيع إسرائيلي عربي شامل في ظل الخراس إيراني يؤدي إلى إعلان الدولة هذه نقطة هم جدا يعني يجب أن نتأملها الصين في هذه اللحظة في أمس الحاجة للتعاطي والتحاون مع بايدن ولا سيما بأن الطرفين يخشوا حاجة كبيرة إسمها ترامب الصين يعني على عكس روسيا وهذا تحدثنا عليه في حركة ماضية بأن الصين الدولة الوحيدة في المحمر الشرقي الذي لا تريد أن يغادر بايدن لأن بايدن أكل شرا من ترامب ترامب منذ يومين تحدث في أحد الخطابات التي لازلت تمهيدية للخطابات الانتخابية تحدث بأنه سيكون برفع الضرائب على السيارات الصينية التي تصنع في الولايات الأمريكية إلى 100% وهذه تعتبر أحد أهم الأوراق ثم تحدث عن حمام دم الذي لم ينفزه بالانتخابات في هذا السياق الحديث عن الصين فالصين استكملت بلينكي لإيجاد نوع من التوازي لأنه نجاح بايدن في إدارة اليوم التالي في ظل هذا المعادلة بايدن يريد أن يقول أنا من حقك التطبيع العربي الإسرائيلي وإيجاد حل القضية الفلسطينية والصين تريد أن تنجر في اتجاه إنجاح بايدن لأنه يجب أن يفوز بايدن باللسبة للمصالح الاستراتيجية الصينية أما ترامب في ظل سياساته السابقة في فترة الأولى والسياسة الحالية والخطابات التمهيدية له فقد وصل إلى تحديد الصين في كل مشاريع الاتصالية داخل أمريكا وهذا ما يعل الصين تتجه من خلال استقبالها البلينكين ووصول البلينكين والتزامن مع استدعاء حماس وقد تحرك بالفعل ممثل من حركة فتح وممثل من حركة أعتقد أبو مرزوق تحرك إلى بكين وسيتم التسميع أو التسوية ولكن في ظل قبول حماس بماياتي مقابل الخروج الآمن مقابل تسليم الأسرة واللاقيين أنت كمشاهد عربي أو كمشاهد يمني لا تنطلب بالتلاعبات الإعلامية كل طرف حاليا يسعى إلى إظهار الإعلام يعني حماس تسعى إلى إخراج السنوار في أماكن معينة لإظهار انتصار أو جندات إعلامية لإيجاد أنه عرقلنا ولم يحققوا أهدافهم كل ما يحدث هذا كله عبارة عن تهيئة الأطراف كلها لإدراكها حقيقة ما سيحدث على الميناء مقابل أيضا أنه حتى الأنظمة العربية تحاول أن توجد خطابات بأنها هي من ردعت إسرائيل على عدم دخول رفح لكن حتى أن لم يتم حسم الرفض أو إلغاء انتنياهو لإكتياح رفح لكن أنا أقول في هذه الحلقة بأن هناك تحركات أمريكية في ظل هذه المظاهرات وفي ظل الدورة للكطرية وفي ظل الدورة الصينية وفي ظل الزيارة وفي ظل اللكاء بلينكين إلى الرياض ومنتدى الرياض الاقتصادي كل هذا يؤكد بأن المنطقة ترتب إلى إعادة سياغة غزة والقضية الفلسطينية عاكب طرد أو إخراج إيران للمعادلة أو من اللعبة في الحلقة الكادمة إذن سلناكش نقطة أهمة جدا وهي زيارة وفد كوري شمالي إلى إيران وماذا يعني هذا وما هي الدلالات عاكب الضربة الإسرائيلية لأصفها وماذا تريد أن تقول إيران في هذه اللحظة من خلال زيارة وفد كوري شمالي إلى إراضيها طبعا العناوين التنموية لكن في الواقع الأخطار أكبر أو الرسائل أكثر في هذه المنطقة ستدخل في صراع استخباراتي والمنطقة كلها والبيت الأمريكي والبيت الأبيض يريد أن يتفرغ لانتخابات الرئاسية التي على أبواب على منشهور إذن هذا ما سيتم وهذا حقيقة ما يحدث في الجامعات الأمريكية وهذا حقيقة ما يتم من تنسيقه وهذا ما تريده حماس أو هذا خلاصة حكبة 7 أكتوبر في مرحلة حاسمة لها بعد انتهاء الصراع بين الوجوه الحقيقية والتعاين الرئيسيين وإبقاء المنطقة بهذا الشكل أنتهت حلقتي لهذا اليوم الرحمة والخدوة بالزعيمة عبدالله الصلاح فحيى الجمهوري الإيمانية وإلى حلقة كادمة بإبن الله اشتركوا في القناة